أبو إبراهيم يسأل عن تفسير قول الله تعالى والفجر و ليال عشر يقول ما المقصود بالليال العشر أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لقول الله تعالى والفجر و ليال عشر اختلف أهل العلم من أهل التفسير في الليال العشر ما هي ففريق من أهل العلم قالوا بأن الليال العشر هنا المقصود فيها العشر الأول من ذي الحجة العشر الأول من ذي الحجة و هذا مروي عن بن عباس و عن جمع من أهل العلم من أهل التفسير و القول الثاني قالوا الليالي العشر هنا ليالي رمضان ليالي العشر الأخير من رمضان و يعني المسألة فيها خلاف و ليس فيها إجماع و الذي يظهر و الله تعالى أعلم صح رجحان القول الأول و الفجر و ليالي العشر يعني عشر ذي الحجة هذا الذي يظهر و الله تعالى أعلم وتسميتها بالليالي لا يضر فإن إذا أطلق الليل فيدخل فيه النهار ولذلك يسمى اليوم كاملاً بالليل أو بالليلة أو كما هو يعني جاري على قواعد لغة العرب